عندنا نقطة مهمة جداً أثارة الرأي العام وتحديداً كمان تصرحات أوردود ريوف فيتوريا اللي ربما لم تكن مقنعة لدى البعض عن نجمي النادي الأهلي حسين الشحات نجمي النادي الأهلي اللي قدم مستويات متميزة هذا الموسم والموسم الماضي من يناير تحديداً بيقدم مستوي متميز جداً وياسر إبراهيم اللي لو قررناه بأي مدافع مصري بوجود منعب وبوجود حجازي هو الأفضل للفترة الأخيرة وتحديداً من مونديال الأندية ده أنا متطفق مع أسامة ولكن عايز أحط القاعدة عشان بس الواحد ما يبقاش متنقض حق أصيل لرؤيد فيتوريا اختيار قيمته انت بقى شايف ده أفضل ده أسوأ هو الراجل اللي حيتحاسب هو اللي راح بكاس الأمم وهو اللي حيشتغل بالتيم ممكن تكون انت شايف ده مماز جداً بس هو مش هيتماشى مع أفكار ومش هيتماشى مع حاجة فنية وعايز يعملها ولكن التفسيرات عشان كده أنا بقف مع أسامة في حتة التفسير أنا شايف الأسباب وياسر إبراهيم تحديداً طبعاً حسين الشحات أكيد كان الفترة اللي فاتت يعني مقدم أداء جيد وهو من أفضل اللاعبين في مصر اللي لم يكن لو أنت بتحط على مستقل الأجنحة هتقول زيزو حسين الشحات هي دي قصة الأجنحة اللي داخل الدوري اللي تقدر تقول حسين الشحات في اختبارات كتيرة زي كاس العامل الأندية أفريقيا بيكون في المبارات دي أكيد ليه أفضلية ولكن ياسر إبراهيم يا أسامة هو استبعاد أنا بالنسبة لي بعيداً عن قناعات كولر هنا أنا بتكلم بعيني أنا كمشاهد وطبعاً إحنا عندنا وجهات نظر وفي النهاية كولر هو اللي بتحاسب ياسر إبراهيم عنده حكة أسامة مش كولر مش كولر طبعاً روي بيتوريا هو كولر هيتحاسب أهلي ومنتخف كمان والله كولر يعني أنا في الناغي لأن أنا شاف أن كولر من أكتر الناس اللي أكيد كان نفسه في اللحظة دي يكون موجود ياسر إبراهيم في المبارات لأنه هو راهن عليه في مونديال الأندية دي بقى الكصة كلها وراهن على كوكا وده برضو كان نجاح لراهن كولر دعين تخذت الجزء اللي أنا كنت أقوله لأن أنا معاك جداً راهن على كوكا تحديداً وياسر إبراهيم وياسر إبراهيم في مونديال الأندية وتحديداً فوراة تحجد وانت عندك نجوم كبار ده انت عندك أليو ديانج العيب كان له ثقل في النادي الآلي وله ثقل بالتأكيد ولكن فكرة أن أنا ألعب بقوكا ويطلع قوكا بالمستوى ده لدرجة لما يغيب مباراة تستشعر أن أنت تفتقد عنصر مهم جداً في وسط الملعب لا ده راهان أعتقد دروي بيتوريا ومنتخب مصر أنا بقى دي الحتة اللي هي كولر يا جماعة بيحس أن أنا وصلتك منتخب مصر وديتك منتخب مصر أعتقد أكتر من أكتر اتنين اللي كان ممكن تقف عند الحتة دي هو كوكا وياسر إبراهيم عشان الشحات أكيد أداءه بس هو حسين الشحات كان بيلعب طول الوقت بشكل أكبر إنما ياسر إبراهيم كان راهان في الفترة الأخيرة ياسر إبراهيم يا جماعة هو عنده اختلاف عن المدافعين اللي متاخدين خصوصاً من بيرامدز ومش عايز برضا روح لمقارنات وقلل من حد هنا مش هروح لمقارنات لأن في النهاية خلاص اللعبة اتاخدت وبقوا ضمن منتخب مصر مش عايز أروح لمقارنات قوي ولكن أنا عايز أقول حاجة على ياسر إبراهيم نفسه ياسر إبراهيم يا جماعة عنده ميزة وأنا بقول لكم ركزوا معاها مش موجودة في أغلب مدافعين مصر إيه هي؟ كوة للتحم كوة للتحم والصراعات وإنه بيقابل مش المدافع اللي بيرجع وراء حتى حجازي قيمة فنية كبيرة عشان ما أقدرش أنكر أنا من الناس المقتنع بحكيز جد بس حجازي من نوع اللي كتير جداً بيعمل الدليل يفضل يعمل دليل ويرحل ويلعب على الطاقة فهوات كتير ياسر بيقابل كنت محتاج مدافع بالشراصة دي في كاس الأمم حاجة تانية ياسر يا جماعة من المدافعين يا أسامة القليلين في مصر اللي رتمه بيعلم على المباراة بمعنى إيه؟ فيه مدافعين هو جيد بطبيعته بس لما يروح مباراة أقوى من إمكانياته يبان فرق الإمكانيات ويبان مثلاً إمكانياته قوية جداً ضد أندية أقل من الأندية اللي هي أقل من نادي الألي إنما منعم للأمانة يسكر له ده شفناه في كاس الأمم وياسر إبراهيم ياسر إبراهيم من الناس اللي بتعل مع المباراة ودي كاس العام للأندية ودي أي منافسة مع منافس أعلى منك عنينا مثال بسيط لياسر أفارس مباراة السنغال ياسر كان بعيد عن منتخب مصر خالص مباراة السنغال اللي كانت حاسمة في التقاهل لكاس العالم اللاعبين تم إصابة الوينش تم إصابة حجازي تم إصابة حتى منعم فبدأنا نبحث عن لعبين فجيب ناسر إبراهيم لعبناها مباراة السنغال هنا وهناك كان هنا فارس نجم منتخب مصر اللي بيأكد لي أن فيتوريا ما شافش لا أنا مغامر لا بص هو ما شافش ده لا مش قصدي ما شافش المستوى بص أسامة عشان أقولها تاني فيتوريا مدرب كبير دي قناعاتي وأنا من الناس اللي وقت ما كان ما تقلوش أن ياسر إبراهيم ممكن تعتمد عليه في أي وقت أنت بتقوله اللي أنت بتقوله مهم أنت بص أسامة عشان تدلل على منطق أنت جبت حالة وموقف وإزاي الرجل ده نزل هنا وفرق أنا بقولك هم اتفرجش على ده محدش شاوله على ده ما هو برضو الرجل بيتفرج على الحالة دلوقتي بس محتاج تقوله الرجل ده لما تحط في موقف زي ده مع المنتخب كان كذا أنا بقولك ما شافش اللي أنت قلت أنا عن قناعة يعني اتخلينا نروح لتفسيراته وتحديدا عن حسين الشحات لأن احنا مختلفين عن التفسيرات لأن أنا بالنسبة لي زي ما فارس كده متفقين دايما إحنا حاطين القارة يتولي الوقت في البرنامج أن المدير الفني هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة سواء في النادي أو في المنتخب من حيث اختيار اللعبين التشكيل التغييرات هو مقتنب ده دي أوراق يا سيدي أنا دي أوراق تمام قدمت أوراقك أو اعتمدت على أوراقك دي أحسبك في النهاية على نتيجة أنا اللي أقولك ده لعب ليه ولا ده ما لعبش ليه وفي النهاية إحنا كلنا داعمين لمنتخب مصر ولكن أنا بالنسبة لي كان يفضل أن روي فيتوريا لما يطلع في مؤتمر صحفي يتحدث عن اختيار القائمة ما ينفعش لما يتسايل عن اللعبين يقدم أسباب وهي البعض اختلف مع مرسيل قولر في وقت من الأوقات لما قال لبعض الصحفيين ابعتوا لي أرقام تلوفوناتكم هابقى أبعت لكم التشكيل وانتوا بابعتوا لي التغييرات وأخد كل ماتش رأي واحد فيكم رؤية أنا التدريب بتاع أنا التشكيل بتاع أنا ما تقدرش نتناقش مع مدير الفني في قناعاته زي لو كان روي فيتوريا طلع وقال دي قناعاتي مش هنقدر نتناقش معاه في قناعاته لكن لما يبدأ يقدم تفسيرات متنقضة كل مركز عن التاني وكل لعب عن التاني عمال شغال قص ولز وفكرة أنا لو عايز أضرب في تصريح جنش فبضرب في اختيار أو معيار خط الدفاع لو عايز أضرب في تصريح خط الدفاع أضرب في الإصابة فالإصابة تضرب مني مش هعارف ألم الدنيا في التفسيرات فأنا بالنسبة لي كان أتمنى إن كان حد نصح روي فيتوريا دي يا جماعة القائمة اللي عندي دي وجهة نظري تمنوا التوفيق لمنتخب مصر وده قناعاتي الفنية كان الباب اتقفل تماما لكن التفسيرات يا فارس خلص سمحت إننا بقى نتناول هذه التفسيرات خاصة فيها متعلق بالعابة الأقل عشان كده إحنا ليه بنتناول هنا جماعة بس بنعقب فيما يخص لعابة النادي الآلي موقفها إيه وهل التقييم ليه هذا وقع إحنا شايفين أو لا طيب نسمع تقييم فيتوريا عن حسين الشحات ونرجع معاقب بالنسبة لللاعب حسين الشحات طبعا اللي أنا عارفه أن اللعب مازال هو يعني تحت الفحص الطبي وأنه المفهود هيعمل بعض الأشياء أو حاجة عشان نتأكد على مستوى الإصابة ولكن أنا بالنسبة لي كنت شايف أن الوقت يعتبر مش متوفر أو بالنسبة لنا أن نحن نفتح شوية أو ننتظر شوية فكان لازم الليست تصدر النهاردة فعشان كده صدرت بدون حسين طبعا وكذلك يعني حتة المركز اللي بلعب فيه كابتن حسين الشحات يعتبر مركز عندنا فيه أكثر من عنصر واللعبين متاحة بالنسبة لنا فما كنتش عايز أن أنا أأخر الليستة وفي نفس الوقت أن أنا أخرج برا المجموعة اللي أنا كنت خلاص تقريت عليها طيب فيتوريا تكلم عن الإصابة الطبية أو حالة موقف حسين الشحات الطبية وللأمانة ما فيش لعيب ما يفرقش معاه يلعب في كاس الأمم وما فيش لعيب يكون ضمن صفوة اللاعبين في بلده وما يكونش زعلان لو يا فيتوريا قصتك العمل الطبي أعتقد دا كان سهل جدا قصت ما فيش وقت دا لا أنت كنت ممكن ترجع للحاة الطبية للنادي الآلي كان يديك تقرير طبي أكيد معمول لللاعب يعني دا يعني منطقي وبديهي أن النادي الآلي مقايم حالة اللاعب الطبية وعنده وضع اللاعب الطب إيه بعد انتاء بطولة السوبر المصري في الإمارات فكان ممكن ترجع أنت بقى كنت ممكن تقولي وأنا كون مقتنع تماما بدا ميديكال رجعنا للجهاز الفني النادي الآلي تقرير اللاعب الطب بيقول أنه عنده وقت أو عنده مشكلة حتخليه مش جاهز مع بداية كاس الأمم هنا خلاص ولا كلام أو أنه مش فات 100% ولا كلام إنما أصلحنا ما حبناش نشوف كان فيه إجراء سهل جدا تتأكد منه خصوصا أنه تم إسقاط دا بعد كده على فكرة أصلحنا عندنا أجنحة كل التوفيق لكل اللاعبين ولكن لو هنتكلم على مصطفى فاتحي مقارنة بحسين الشحات يا جماعة حسين الشحات لعب تحط كاس العامل الأندية هو لعب منديالي وده مش وجهات نظر لعب كل نسخ المنديال بكل بصمة فيها لعب لما بيلعب نهاية دورة أبطال أفريقيا مش مع احترامي أدوار متقدمة أو كونفدرالية بيكون ليه بصمة فهو لاعب كان عنده أحقية وأفضلية على غيره في نفس المركز أنا بقولك لاعب تخدت بداله لاعب محلي بس في جزء واحد يخص روي فيتوريا في الحتة اللي قالها دي اللي هو موضوع طبي فأنا قلت خلاص أنا مستعجل دي جزء من فيتوريا عنده صدق فيها اللي هو بتاع ايه أنا يا جماعة وقت القصة بتاعت إمام عشور وحسين الشحات قلتلكوا أن فيتوريا ما حدث ما كانش وجهات نظره فيتوريا تقلوا اللعيبة وبتقول الإصابة بتاعه أنا مسافر خلاص بره عندي لعيبة غيرهم كتير وأنا بالنسبة لي خلاص استبعد ما تم نشره من بيان والقصة دي كانت حتة أنا بقول هي عكس اللي فيتوريا كان طالبه ماشي بس ورد جدا أتفاهم أنه كان مستعجل في أزمة إمام عشور وحسين الشحات وللأمانة يعني بما أنه ضم إمام عشور فأحنا هننحي فكرة أنه متأثر سلبا بما حدث خلاص هو ضم إمام عشور وطرق حمد أعلن هتزالوا لعب الدولي فبالتالي نبعد خالص فكرة ما حدث بين إمام عشور وحسين الشحات وروي فيتوريا لأن الرجل صرح أن ده كانت العقوبة مبراه واحدة فقط لغير لكن أنا هنا ما أقدرش أحط الاستعجال طرف في الموضوع وأنا لسه أسافر يوم 9 يناير محتاج أعلن القايمة عندي 27 لعب كان ممكن بشكل بسيط جدا الجهاز الطبي المنتخب مصر ينصك مع الجهاز الطبي في النادي الأعلي ويعرف مدة غياب حسين الشحات خاصة وانتواخد أحمد الشناوي مصاب لم يشارك في السوبر حرس مرمى نادي برامدز عمر كمال مصاب لم يشارك في السوبر وعاد إلى مصر يعني لعب نادي في يوتشر وبالتالي كانت الأمور تبقى سهلة وفكرة الاستعجال مش محتاجة كان ممكن نقول دي وجهة نظري الفنية كنا التزامنا الصمت تماما لكن خلونا نروح نشوف أيضا تفسيره لياسر إبراهيم اللي أيضا عندنا وقفة عند التفسير ولكن نسمع الفيديو ونرجع نعقل نحن 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 نجمع المشاركات نحن 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 نجمع المجموعة بتاعتنا ونجمعهم كلهم يكونوا على مستوى متوافق مع بعض أو متناسب مع بعض وطبعا أنا بفضل كمدرب أن أستدعي اللاعبين اللي هي تكون مشاركاتها كتيرا أكثر من أن أستدعي اللاعبين مشاركاتها ليلة نحن 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 نتكلم على لعب بعينو أو نحن نتناقش على كل لعب بالزبط ولكن المرة هنأتبارها إنه حالة استثنائية نحن نتكلم عمتا على مركز المدفع نحن طبعا معانا مجموعة من المدفعين اللي هم على مستوى جيد جدا من هم اتنين لعبين يعني الطول بتاعهم أكتر من مئة و تسعين سانتي دو جدور ماجهوز موانيمي و أسامة غالال و لعبين يعتبر بالنسبال أنهم يعتبر يعني سنهم مازال حديث السن أو صغير شوية زي أسامة غالال و زي عبد المنعم فأعتبر دو هو اللاعب المستقبلي اللي احنا بنجهزو بنعدو عشان مستقبل منتقب مصر و سامي بالنسبال يعني أعتبر هو برضو اللاعب اللي أنا شايفو أنه شغال بالنسبالي زي الساعة السويسرية بالظبط اللي هو في كل الأدوار و في كل الحاجات المطبعة منه بيأديها بالشكل الأمثل كلابية كانت هناك بعض الأسئلات فطبعا في قدامنا عدد كبير من المدافعين و عناصر كتير ولكن أنا اخترت العناصر اللي أنا قلت عليها دي هي بس عشان اللي هو سلوب التفكير اللي أنا قلت عليه وشارحته لكم وكلهم كانوا موجودين معنا وشاركوا معنا وعارفينهم كويس وهم عارفيننا كويس هي دي المعايير بقى اللي احنا بنتكلم فيها اللي فيها تناقضات بالتأكيد يعني بيتكلم عن معايير الاختيار قال اننا محتاج اللاعبين اللي شاركوا بشكل كبير جدا تعال نشوف معايير الاختيار في خط الدفاع هتلاقي فيه ثلاث لعبين تشبه حالة الناد الأهلي في خط الدفاع مع شطان الفارق وقوة الدفاع الناد الأهلي بالنتائج وبالأرقام أحمد سامي لعب 16 مبرامع برامد استلقت شباك نادي برامد زفوجوده 16 هذا لكن خلينا نتكلم في ثلاث لعبين علي جبر أحمد سامي وقسامة جلال بيتم المشاركة بينهم بالتناق نفس الثلاث لعبين حمل عبد المنعم ياسر إبراهيم رامي ربيعة فلو فكرة المشاركة فالقصة واضح طيب الطول هو خلاص حدد اتنين علي جبر وحجازي في القصة دي لكن راح عند أحمد سامي وكأن يعني عارف ان القصة تبقى هنا هيتقل نقطة هنا فلقى مش لقى حاجة يقولها من المعايير دي ليه مش لقى حاجة يقولها من المعايير دي لأن أحمد سامي 31 سنة ياسر إبراهيم 31 سنة أحمد سامي 184 سنة ياسر إبراهيم 185 سنة صعبة أولي من نتكلم فيها فالقصة صعبة انت حطيت معايير فلازم ننقشك في المعايير ليه لأن ده من حقنا هنا في قناة النادي الأهلي للحفاظ على نفسية لعب النادي الأهلي لأن الحقيقة ياسر إبراهيم قناعتنا الشخصية إنه هو في شهر 12 تحديدا هو أفضل مدافع طيب تجربته لما جبته مع منتخب مصر من الدار للنار أثبت كفاءة وكان نجم منتخب مصر فبالتالي قصة اختراق إلى أكثر مشاركة هو متواجد نفس المعايير بالزبط للعيبي أو سلاسي نادي برامدز وبالتالي قصة ياسر إبراهيم هنوجه له بقى الرسالة هو جمهير النادي الأهلي مقدره تماما الدور اللي انت بتلعبه جمهير النادي الأهلي مقدره لك تماما إن انت لعيب من وقت ما جيت مفيش أي أزمة فتعلتها بتقعد دكة حاضر بتنزل آخر التوقيت بتقدم أفضل أداء بتنزل في مونديال الأنداء أمام باير مونيخ بعد تعرض لإصابة فتلاقي نفسك كأنك بدء المباراة من أول ديئة بنفس التركيز وبنفس القوة بيجي بدر بنون في وقت من الأوقات سنائية خط الدفاع مع أيمن أشرف في القضية ممكن فيبدأ يتحط بدر بنون على حسابك فتخرج وانت مبتسم طول الوقت انت لم تصدر أي أزمة للنادي الأهلي وبالتالي جمهير النادي الأهلي انت عندها لك شأن كبير جدا وان شاء الله فرصك مع ريو فتوريا أيضا في المنتخب هتكون كبيرة هي فرصة عدت ولكن ما زالت الفرص قائمة لأن انت مستوى يؤهلك وايضا نفس الكلام بالزبط لحسين الشحاة اجتهد قدم اللي عليك خلاص فرصة عدت هتيجي فرص تانية كتير واللعيبي النادي الأهلي في المنتخب واللعيبي منتخب مصر بالكامل نحن نصق في إمكانياتكم آيان كان الاختلاف في وجهات النظر منتظرين منكم اللقب انتم جيل نقصكم أمم أفريقيا وعندنا عدد من المحترفين على رسول محمد صلاح يجب ان يكون في تاريخهم كأس أمم أفريقيا نتمنى هذا يحدث وكل الدعم وكل التوفيق لمنتخب مصر اشتركوا في القناة